كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وصالح المتحدث الاسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه جلالة الملك الأردني مشيدا بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك كما أكد رئيس السيسي أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خاصة في ضوء ما يجمعهما من توافق في الرؤى والمصالح وفي ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة وصرح متحدث الرئاسة أن العاهلة الأردني أعربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها الدول المنطقة مشيدا بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية ورهودها لتعزيز التضامن العربي وأضاف متحدث الرئاسة أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي خاصة ما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري